موسيقى الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجاة طابت وقاتكم مشاهدين الكرام في نشرة لأهم الأنباء نبدأها بأبرز العنوان موسيقى بارزاني يؤكد حاجة العراق إلى حوار الفرقاء السياسيين لحل المشكلات وواشنطن تكثف جهود تسوية الخلافات موسيقى تجمل حل البرلمان وإجراء انتخابات بحكومة كاملة الصلاحية تلعبادي يقترح مبادرة نسلورية لحل الأزامات موسيقى في اليوم العالمي لمحو الأمية العراق يولي تعليم الكبار الأولوية ويؤكد سعيه لمعالجة الملف جذرية موسيقى من جديد مرحبا بكم والبدايات سياسيا حيث أكد رئيس وقليم كردستاني جيرفان بارزاني أن مشكلات العراق لن تحل بتهميش أي قوة أو طرف سياسي ويجب أن تتوصل مكونات العراق كافة من خلال الحوار والتفاهم إلى أسلوب للتعايش بينها ذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا لييف ووفدا مرافقا لها وبحث العلاقات الأمريكية مع العراق وقليم كردستان والمساعي الرامية إلى حل المشكلة العليقة بين أربيلا وبغداد وأضاف البيان أن لييف أكدت الدعم الكامل لاستتباب الأمن والاستقرار السياسي في العراق هذا وأكدت الإدارة الأمريكية ضرورة تكثيف الجهود لحل المشكلات بين الإقليم والحكومة المركزية خصوصا الخلافات بشأن النفط والغاز لأن عدم حلها سينعكس سلبا على أمن العراق واستقرارها ذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء الأقليم أن رئيس الوزراء مسرور بارزن التقى مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق الأوسط باربرا لييف وتناولا خلال اللقاء تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وأقليم كردستان وأخرى التطورات في الوضع السياسي العراقي بالإضافة إلى التغير المناخي وأثاره السلبية على العراق والأقليم وتعزيز الاستثمار الأمريكي في كردستان في غضون ذلك دع نائب رئيس وزراء أقليم كردستان قباط طالباني الولايات المتحدة إلى تقديم مزيد من المساعدة في إيجاد حلول دستورية للخلافات بين أربيل وبغداد بحسب بيان لمكتب نائب رئيس وزراء أقليم كردستان فإن طالباني اجتمع مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا لييفا وبحثاء الوضع في العراق وآخر التطورات السياسية في بغداد وأكد ضرورة أن تحل الأطراف السياسية مشكلاتها عبر الحوار الوطني والابتعاد عن الخطابات والمواقف التي تزيد من حدة الخلافات والتوترات وأضاف البيان أن لييف جددت دعم الولايات المتحدة لحل شامل لتشكيل الحكومة وحثت على التعاون بين بغداد وأربيل في قضايا الطاقة من أربيل إلى بغداد إذ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن العراق يسعى إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع بريطانيا بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين والشعبين جاء ذلك خلال تهنئة صالح لرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليزي تراس بمناسبة توليها مهام منصبها مشيرا إلى تهنئته لأن البلدين يتمتعان بعلاقات متينة وتعاون مشترك في مختلف المجالات من أجل أرسال السلم والاستقرار في المنطقة إلى ذلك دعا رئيس اتلاف النصر حيدر العبادي إلى مبادرة وفق المدة الرابعة والستين من الدستور ضمن اتفاق سياسي يشمل الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة وأوضح العبادي في تغريدة له أن المادة الرابعة والستين تؤكد حل البرلمان بناء على طلب من ثلث أعضائه مضيفا أن النظام والاستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا وهي في صالح الجميع لافتا إلى أن المبادرة تضمن حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو عشرة أشهر إذن بعد شد وجذب وتأجيل لأكثر من مرة قررت المحكمة الاتحادية رد الدعوة المقدمة لحل مجلس النواب لترمي الكرة مرة أخرى في ملعب الكتل السياسية بشأن حل البرلمان من عدمه تفاصيل أوفى في هذا التقرير الحكم برد دعوة المدعين ردت الدعوة ورفض قرار حل البرلمان قرار أصدرته المحكمة الاتحادية بعد خمس جلسات للقوى المدنية والناشئة وجلستين للتيار الصدري قبل توحيد الدعوة استمعت فيهما إلى إفادات المدعين وحججهم المتمثلة بخروق دستورية ومخالفات للنظام الداخلي قد يستغل الإطار هذا الفراغ ويستغل هذه القرار من جانبا ويسعى إلى تشكيل الحكومة أو إلى عقد جلسة برلمان ولكن عقد جلسة البرلمان تعتها الظروف أشوف من الصعب جدا ومن المستحيل باعتبار أن التيار الصدري وجمهورة لا زال ضاقطا على الوضع السياسي قرار رمى الكرة مرة أخرى في ملعب الكتل السياسية التي قد تواجه احتجاجات كبيرة من أنصار التيار الصدري والتشرينيين الذين يحضرون لاحتجاجات بعد زيارة الأربعين في حال إصرار الكتل على موقفها التظاهرات أصلا كان هناك من يحضر لها سواء من التيار الصدري أو من التشرينيين أو من قطاعة أخرى شعبية كبيرة نحو تعديل النظام أو تعديل زيادة المسائلة والحكم الرشيد وبالتالي فالتظاهرات المفروغ منها وبانتظار أنه البرلمان العراقي يتفق وفق قرار المحكمة الاتحادية على حل نفسه على مسار دستوري تعود قضية حل البرلمان من المحكمة الاتحادية إلى البرلمان بانتظار توافق سياسي لكن الوقت الذي تراه كتل سياسية مكسبا وفقا لمصالحها يراه الشعب خسارة وفقا للمصلحة العامة ووفق هذه المعطيات يتعقد المشهد ويستمر الانسداد السياسي لحين توافق الأطراف السياسية على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية أكد وزير التربية علي حميد الدوليمي أن وزارة التربية سارعت بكامل طاقتها وبحسب الإمكانات المتاحة لها إلى تطوير برامجها ومشاريعها التعليمية لمعالجة ملف محو الأمية وأكد الدوليمي في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية ضرورة استدراك جوانب الخلل في ميدان التعليم لإيجاد مجتمع متعلم قادر على خدمة بلده والارتقاء به وبمواجهة التحديات المختلفة مشيرا إلى أن الوزارة تعاونت مع مؤسسات المجتمع كافة للمشاركة في تحسين أداء برامج تعليم الكبار ووضعت الوزارة تعليم هذه الفئة في قمة خططها الاستراتيجية في الشأن الأمني أعلنت قيادة العملية المشتركة إحباط مخططات إرهابية لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في عدد من محافظات البلاد وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن جميع العمليات قامت بها القوات الأمنية في شمال راوى وفي ديالة وجنوب غرب كاركوك لها علاقة بزيارة أربعينية الإمام الحسين مؤكدا أن هذه العملية تسفرت عن قتل واستهداف عدد من الأرهابين بواسطة سلاح الجو مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا يخططون لعملية إرهابية ضد زوار والقوات الأمنية اطلع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي مع نظيره العراقي عثمان الغانمي على إجراءات تأمين وحماية الزائرين الإيرانيين القادمين للمشاركة في زيارة الأربعينية بكربلاء وجاءت زيارة وحيدي للوقوف على المشكلات التي واجهها بعض الزوار الإيرانيين وتسهيل عملية دخولهم إلى الأراضي العراقية إذ يعد الزوار الإيرانيون الأكثر عددا من بين مواطني البلدان الأخرى في ظاهرة غير مسبوقة هاجم قطيع من الذئاب المتوحشة قرية البجمعة في محافظة فيقار جنوبي العراق ما أدى إلى جرح عشرة منهم بينهم أطفال من سكان هذه القرية وأوضح مواطنون أن سكان قرية البجمعة لم يعلموا بهجوم الذئاب على القرية مضيفين أنهم دخلوا بحالة إنذار شامل عزين سبب الهجوم إلى انتشار التصحر في مناطقهم وشح المياه تحديدا منطقة آل زيرج على الإصابات كان عددها يتراوح حوالي 10 إلى 11 إصابة شدة الإصابات كانت مختلفة الأعمار أيضا كانت مختلفة إجراءاتنا كطوار مستشفى الناصرية التعليمي قمنا بالإصعافات الأولية أعطاء مصل المضاد لداء الكلب بالإضافة إلى المضادات الحيوية والمسكنات الحمد لله حاليا للحالات مستقرة إلى حد ما نحن منطقة آل زيرج تعرضنا إلى هجوم ذئاب من سبب شحة المياه وخصوبة الأرض وهاجرة الريف إلى المدينة وسكنتها الذئاب الذئاب شوف صار بنا هسه حالتنا يرثلها بعض جهال بعضنا صار بنا لأحنا على باب الله لأحنا ما بعضنا حلالنا الزريع ماكو ماي ماكو الذئاب دمرت حان من سبب الريف هتشي الناس صار بيها معروفة في اليوم العالمي لنقاوة الهواء الموافقة السابع من شهر أيلول ليسجل العراق أرقاما مخيفة ضمن البلدان التي توصف بالأشد تلوثة وسط مطالبات من الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة تفاصيل أوفان تابعها في هذا التقرير التنفس واستنشاق الهواء داخل البلد قد يكون خطرا على صحة الإنسان أو بالأحرى لمن يعاني من بعض الأمراض ففي اليوم العالمي للهواء تجد العراق بعيدا عن هذا المفهوم فنسبة الأكسجين في الجو هي أقل من المعدل الطبيعي يقابلها ازدياد طردي بنسبة الكاربون ما يعني وصول التلوث الهوائي إلى معدلات خطيرة أما الأسباب فعديدة وعلى رأسها انتشار مولدات الكهرباء وكثرة السيارات إضافة إلى عمليات استخراج النفط هناك مؤشرات لجودة الهواء نسميها الـ Air Quality Index هذه المؤشرات عبارة عن مجموعة من العوامل يتم دراستها وقياسها في الأجواء وعلى ضوءها تتخذ من المعالات رياضية محددة تحدد جودة الهواء في العراق بسبب كثرة المولدات كثرة عدم وجود غطاء نبادي تغير المناخي ساهم في الجفاف وزيادة العواصف الترابية والغبارية وأيضا كثرة السيارات ووسائل النقل وبالحقيقة جودة المدن العراقية بصورة عامة في أغلب الأحيان حسب المؤشرات الدولية انتابعة بصورة مستمرة تكون دون المستوى الصحي أما إصلاح الوضع والتقليل من حجم التلوث الهواء فهو أمر وإن كان ليس مستحيل لكنه صعب بالنسبة لبلد مثل العراق فالجانب البيئي فيه هو الحلقة الأضعف من حيث الاهتمام الحكومي أولا والثقافة العامة لهذا الموضوع هناك كثير من التكنولوجيات اعتماد التكنولوجيا الصديقة للبيئة نشر ثقافة الاعتماد على وسائل النقل الخضراء نسميها أو وسائل النقل الكهربائية الآن نشوف أوروبا بدأت تتحول ليست فقط من الأزمة الأوكرانية بدأت تتحول نحو السيارات الكهربائية في أقليم كردستان بدأوا ينشئون محطات لتزويد الكهرباء للسيارات الكهربائية هناك هي ثقافة مجموعة ثقافات وأيضا إجراءات على الأرض إجراءات على الأرض تقليل الاعتماد على القول الحفوري معالجة التغير المناخي يعني مكافحة التغير المناخي زيادة الغطاء الأخضر وفي ختام التقرير حاولنا تقريب الصورة أكثر لوضع العراق البيئي وارتفاع نسب تلوث الهواء فهذه الصورة لسماء أحد البلدان الأوروبية حيث الزرقة العالية للسماء وصفاء الجو أما الأخرى فهي لسماء العراق التي تميل إلى اللون الداكن المغبرة سيف علي قناة الفلوجة بغداد ما تزال الفترة السوداء التي دخل فيها تنظيم داعش الإرهابي إلى الأنبار تلقي بظلالها على الأهالي إلى يومنا هذا على الرغم من تحرير المحافظة قبل نحو سبع سنوات ولعل أبرز ما خلفته تلك العصابات الإجرامية هي المخالفات الحربية والعبوات الناسفة غير المنفلقة التي تعتبر خطراً حقيقياً يهدد حياة المئات لسيما في مناطق غربي المحافظة من هذه المخالفات الحربية مزيد من التفاصيل وتابعوها في هذا التقرير على الرغم من تحريرها قبل سنوات إلا إنها مناطق عدة في الأنبار ما زالت تعتبر غير آمنة بسبب المخلفات الحربية التي تهدد حياة الأهالي خصوصاً في مناطق غرب المحافظة فعلى الرغم من مواصلة عمل المنظمات والقوات المختصة برفع أكثر من 45 ألف مقذوف إلا إن الكثير من الألغام بحاجة لتضافر المزيد من الجهود للتخلص منها للأسف أنه لا زالت كثير من المنازل والمناطق في مناطق غرب الأنبار لا زالت يوجد بها عبوات ناسفة المخلفات العسكرية الموجودة في مناطق عانى وراوة تشكل خطر على المجتمع نحن نأمل من الجهات المعنية خصوصاً الدفاع المدني بإزالة هذه العبوات والتخلص منها حتى لا تشكل خطر على المواطنين اللي يكفيهم ما أصابهم في الفترات الماضية يواجه العائدون مشاكل عدة على رأسها المخلفات الحربية التي ما زالت بين الأنقاض وفي الطرقات من عبوات ناسفة وقذائف لم تنفجر ودور مفقخة والتي انفجر بعضها سابقاً وخلف أكثر من عشرة آلاف ضحية بين شهيد وجريح حسب إحصائيات رسمية لوزارة الصحة العراقية بعض المنازل أو الأماكن اللي داخل المحافظة وداخل المدن هماتين بها بعض عبوات بعضها متفككت فنحتاج جهود النوب من الحكومة أو منظمات الدولية حتى يقدرون يزيلون هذه الألغام وتنعاد الحياة مثل قبل أما في صحراء الأنبار وعلى امتداد آلاف الدونمات تنتشر بقايا أسلحة تعود للتنظيم الإرهابية والتي ما زالت بدورها تهدد حياة المواطنين منذ سبع سنوات وحتى الآن وانتهت الحرب بإزالة تنظيم داعش دون إزالة مخلفاته الحربية في أغلب مدن الأنبار بشكل كامل التي اعتاد أهلها الحياة بين الألغام المنتشرة هناك وسط الخوف من فقدان حياتهم في أي لحظة من الأنبار إدريس يحيى قناة الفلوجة أشهد أهالي مدينة الموصل بمبادرة نصب كاميرات للمراقبة في الوقت الذي انتقدوا فيه تحميلهم تكلفتها المادية وكاد الأهالي أن نصب كاميرات المراقبة سيحد من عمليات السرقة والقتل وغيرها من الجراء موضحين أن الجهات المعنية بنصب الكاميرات قامت بجمع مبالغ مالية من أصحاب المحال وكافة المستفيدين منتقدين تحميلهم هذه التكلفة طبعا مسألة نصب الكاميرات هي مبادرة جيدة جدا طبعا أثبتت أن الكاميرات لها الفضل الكبير في نشر الأمن وفي نشر كل الوقاع اللي تحدث داخل مدن العراق كلتها طبعا مسألة الكاميرات هي أولا مسألة في حماية الوطن وحماية الأهالي المنطقة جمعوا من المحلات كل من يعني يدفع ويشدوها على حساب المدني يعني مو على حساب الحكومة يقول لك تنطي معك يعني تجمع رأس من عندك تنطي مع الكاميرا تضعوا على محل محل أخذوا جمعوا فلوس هو هذا الشيء يعني مو ذنب نحن يعني هو مشروع جيد جدا ونشكر الحكومة يعني على هذا الشيء على اللي سوته هم مصلحتنا بس ما الشغلة اللي يجبره كنت تنطي فلوس مع الكاميرات الخارجية هي إن شاء الله مسؤولية الدولة يعني موسئة على الرغم من تصنيف هذا من أكبر الشركات في الشرق الأوسط لإنتاج المحاولات الكهربائية فإن الحكومة المركزية متمثلة بوزارة الكهرباء تدير ظهرها لشركة ديالة المتخصصة بإنتاج المحاولات الكهربائية ولجوئها إلى المحاولات المستوردة التي غالبا ما تكون أقل جودة وعمرة تقريرنا التالي يرصد مزيدا من التفاصيل تنتج شركة ديالة العامة ما يقرب ستة آلاف محاولة كهربائية سنويان بمعنى أنها تغطي خمسة وسبعين بالمئة من احتياجات وزارة الكهرباء في العراق وبمواصفات عالية حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط كما أن إنتاجها يتنوع بخطوط إنتاج بمختلف القدرات بين المنخفضة الفولتية والعالية منها إنتاج الشهري لمحاولات التوزيع تبلغ خمسة محاولة شهريا أي ستة آلاف محاولة سنوية ونحاول أن نغطي احتياجات الكهرباء طبعا محاولاتنا تمتاز بكفاة عالية تختلف اختلاف كبير وتفوق كبير عن المحاولات المستوردة حيث أن نسبة التحميل في محاولاتنا تصل إلى 120% علم أن كافة منتجات شركتنا تنتج وفق المعايير على المعايير الجودة وحاصلها شهرات الأيزو وتعتبر شركتنا هي تقريبا الوحيدة التي بشرقها كانت تنتج محاولات القدرة ورغم جودة هذه الشركة والمصانع العملاقة التي تمتلكها إلا أن التلك بتزديد الديون المترتبة على وزارة الكهرباء المقدرة بـ 80 مليار دينار ساهم بنقص حاد بالمواد الخام ويقدر العمر الافتراضي للمحاولة 25 سنة وبضمان لعدة سنوات على عكس المستوردة التي لا يتعدى عمرها الستة أشهر من أهم المعاوقات التي يتواجهنا وتواجه شركة ديالة العامة هي توفير المواد الأولية طبعا هذه توفير المواد الأولية هي بسبب الديون الحاصلة على وزارة الكهرباء التي تبلغ تقريبا 80 مليار دينار هذا وتشهد محافظة ديالة عزوف في أغلب المشاريع المنفذة عن المحولات المحلية وتتوجه الشركات إلى المستوردة من دول الجوار وذلك لرخصها حتى لو كانت رديئة ولا تلاءهم الأجواء المناخية والاكتظاث السكانية في ديالة ويأمل مراقبون الاعتماد على المحولات محلية الصنع التي أثبتت كفاءتها مع الظروف المناخية العراقية المتقلبة والابتعاد عن المستوردة التي تسببت بهدريل مليارات الدولارات لعدم كفاءتها من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة ورغم إرادات النفط تاريخية يعاني أغلب النازحين في المخيمات أوضاعاً مأساوية قاسي على مدار تسع سنوات فالعوز والحرمان وظنك العيش هذا ما يمر به نازح حجر في الصخر والعواسات في مخيمات بزيبز فالخيام التي يعيشون فيها لا تقيهم حر الصيف ولا تدفع عنهم برد الشتاء عدسة الفلوجة توجهت إلى مخيمات بزيبز في الأنبار ورصدت أحوال النازحين من خلال هذا التقرير تحاول أم خالد أن تسد رمق عائلتها بالتمر والماء كوجبة أساسية لتغذى عليها أغلب النازحين في مخيمات بزيبز شرقي الأنبار فالحياة هنا تحت هذه الخيام أقل ما توصف بالجحيم إضافة إلى وجود أمراض مزمنة تعاني منها عدد من العائلات النازحة نحط لهم تمرات وطاسة ماء ولوتها يترغي في الخبز هيها ما أحدنا غيره مال أطبخ وإنفق وجيب الدجاج وجيب التمن ما أقويش والله باتوا بليعش وتمرضوا وماتوا وما تمكنوا على الطبيب وأنا هلس أستور في الكم حيلي يرعش عايشين بالظيم بالظيم عايشين حر وظيم وتراب وهل يشوف ها يا خيم عبالك جهنم حاولنا العايش لبرهة من الوقت مع النازحين هنا تحت هذه الخيام لكن الوضع هنا لا يطاق أجواء أشبه بالجحيم هنا في مخيمات النزوح يضم مخيم بزيبز أكثر من ألف عائلة نازحة من مناطق جرف الصخر والعويسات هجروا ديارهم قسرا منذ أكثر من تسع سنوات يتحدثون عن الجوع وظنك العيش لا سيما وأن كل عائلة لديها ما لا يقل عن أربعة أطفال والله العظيم هنا أكو عوائل أقسم بالله باعت قطيان جهالة تود العالم المرضى هنا الجاعدة بالخيمة تطفي الكهرباء تجينا بالنهار تجينا ساعة ساعة ونصب الشثير وهذه الخيمة صارتنا تسع سنوات نحن قاعدين به عمي والله العظيم عدنا عوائل أقسم بالله ما عدهم طحين يسوون خبزة جهالهم يحقوا على النازحين عمي نحن صار منطقة العويسات صارها تسع سنوات محررة وتستمر دعوات النازحين للخلاص من أوضاعهم المأساوية التي يعيشونها فهم بأمس الحاجة لمن يلملم شملهم ويعيدهم إلى ديارهم التي لم يستطيعوا الوصول إليها منذ سنوات الفقر والعوز والحرمان هذا ما يعانيه النازحون هنا بسان حالهم يتحدث عن تسع سنوات عجاف عاشوها تحت هذه الخيام التي لا تقيهم حر الصيف أو برد الشتاء فأكبروا أمنياتهم العيش تحت سقف منازلهم التي أصبحت بعضها ركام من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة لمواجهة أزمة الجفاف وشح المياه تعتزم حكومة إقليم كردستان بناء 23 سداً في محافظات الإقليم بعد تخصيص المبالغ اللازمة لإنشاء هذه السدود خلال فترة قريبة تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع نتابعها في هذا التقرير أعدت حكومة إقليم كردستان خططها السريعة لمواجهة خطر الجفاف باعتمادها على تقارير رفعتها مديرية السدود والموارد المائية والزراعية حيث خصصت مبالغ مالية لبناء 23 سداً صغيراً في مناطق مختلفة من أربيل والسليمانية ودهوغ بالإضافة لإستمرارها بالعمل لإكمال ستة سدود أخرى كان لدينا دراسة استراتيجية لتغطية كل المحافظات والقرى والخصبات الموجودة والوديان الموجودة في إقليم كردستان لإنشاء أكبر ممكن من السدود لحصاد المياه أو لتلبية حاجات المواطنين في فصل الشتاء والصيف وللموسم الثالث على التوالي تضرب موجة جفاف غير مسبوقة مساحات واسعة من البلاد وبضمنها كردستان نتيجة تراجع معدلات حطول الأمطار وخاصة في مناطق كرميان وجنوب أربيل وأجزان من دهوغ بالإضافة لقطع الحصص المائية من قبل دول الجوار وإقامة مشاريع روائية ضخمة دون استشارة الحكومة العراقية يواجه العراق موسم جاف مما يشكل انظار خطر ومهم وتحدي كبير للزراعة وكمية المياه الداخلة للعراق ملف المياه في العراق يعاني من تحديات كثيرة أولها عدم حسم الملف بشكل منجز مع دول عالي لأنهار دول المنبع وكذلك تلك هذا الملف بين خصوص الجولتين الجارة إيران والجارة تركيا في إنجاز مباحثات تقدمات وللجفاف تأثيرات سلبية شقصها مختصون في هذا المجال حيث راجعت تنبيات مياه الشرب للسكان إضافة إلى عدم انتاج الكهرباء من المحطتين الكهرمائية وقلة الانتاج الزراعي وعدم توفر المراعي الطبيعية لتربية المواشي قياسا بالأعوام السابقة بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل مشاهدين النشوان تهت إليكم أبرز ما جاء فيها بارزاني يؤكد حاجة العراق إلى حوار الفرقاء السياسيين لحل المشكلات وواشنطن تكثف جهود تسوية الخلافات تشمل حل البرلمان وإجراء انتخابات بحكومة كاملة الصلاحيات الأعباد يقترح مبادرة دستورية لحل الأزمات في اليوم العالمي لمحو الأمية العراق يولي تعليم الكبار الأولوية ويؤكد سعيه لمعالجة الملف جذرية للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الخاصة بقناة الفلوجة إلى اللقاء اشتركوا في القناة